امتداد لمنخفض جوي مترافق بكتلة هوائية باردة نسبياً تؤثر على المملكة وتوقعات بهطول زخاتنا الأمطار المتفرقة على مناطق عشوائية بمشيئة الله والتفاصيل بعد هذا الفاصل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مساء الخير تتأثر المملكة يوم الغد الأربعاء بامتداد منخفض جوي مترافق بكتلة هوائية باردة نسبياً بحيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح قريبة من معدلاتها المعتادة نسبة لمثل هذا الوقت من العام ومع ساعات العصر والمساء تتكاثر كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة وتهتل زخاتنا الأمطار في إزاء مختلفة من شمال ووسط المملكة بمشيئة الله كما ويحتمل أن تمتد لبعض المرتفعات الجبلية الجنوبية أما خلال ساعات الليل فيكون التقس بارداً في أغلب المناطق مع بقاء فرص الأمطار واردة في بعض المناطق على أن تتراجع تدريجياً هذه الفرص في أغلب المناطق بعد ساعات منتصف الليل وترتفع نسب الرطوبة السطحية ويتشكل الضباب في العديد من المرتفعات الجبلية والسهول وفي ظل هذه الظروف نوصي في مركز تقس العرب مما يليه أولاً تدني درجات الحرارة والحاجة لارتداء ملابس أكثر دفئاً والاستخدام الآمن لوسائل التدفع المختلفة وأخيراً خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولاً واحتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية ليلة الأربعاء على الخميس وساعات الصباح الباكر من يوم الخميس نتيجة للضباب في المرتفعات الجبلية والسهول نتمنى السلامة للجميع في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق تقس العرب تمتم في أمان الله المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر يونيغارد العزل المائي اعزل صح شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري